أصبح على حضراتكو مرة تانية حالة من عدم الاستقرار الجوي بنشوفها الأيام اللي فاتت مش بس في مصر لأده كمان في العالم كله اللي شاهد موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية غير مصبوخة اليوم الواحد بقينا بنشوف فيه لاربع فصول شوية حر شوية برد ومطر كمان ده اللي أرجعه عدد كبير جدا من خبراء البيئة أنه أحد تبعات التغيرات المناخية اللي بقت حقيقة وقعية بنعيشها في حياتنا كل يوم خلينا نعرف تفاصيل أكتر عما يشهده العالم من دكتور مجدي علام الأمين العام للاتحاد خبراء البيئة العرب نوارنا في ستوديو سبع الخير يا مصر سبع الخير أهلا بحضرتك يعني في البداية خلينا نلقي نظرة على أهم الظواهر نتجة عن تغير المناخي في العالم زي ما كان محمد بيتكلم دلوقتي فندم فعلا اليوم بقى بجد يعني أربع مواسم كل كل تلات ساعات جوا هل يعني خلينا نقول أنه مفهوم حتى المناخ تغير في العالم كله هو تعبير دقيق يعني هو فعلا فيه تغير مناخ لكن تغير مناخ شديد العمق يعني احنا ساعات بناخد الظاهرة عشان نشوف مدى تأثيرها فبنقول المدة الزمنية اللي بتقعد فيها هل تلات أيام هل أسبوع هل شهر هل شهرين ودي أول حاجة بنقسها تاني حاجة بنقسها تأثير هذه الظاهرة مدى أديه هل بيرفع مستوى مياه البحر المتوسط أربعة سنتي ولا بيوصل لأربعين سنتي لو زاء دوابان الجليد لأربعة سنتي يعملوا ارتفاع مياه أربعين سنتي يوم يغرق الأراضي اللي احنا عندنا مثلا في موتوبص وفي شمال الدلتا فتديج الدولة تروح دفعها 750 مليون دولار عشان تحط الخرصانات الضخمة اللي احنا بنشوفها دي لأن الشواطئ بتتاكل من شدة الرياح وشدة الأعصير اللي ما كانتش مسبوقة أو اللي كانت غير مسبوقة في هذا الكلام العمق بتاعها بيشيل طبقات الرمل تضطر الدولة كل سنة قبل الصيف ترجع الرملة وتحط الصخور الضخمة دي وبالتالي تغير المناخ أصبح ما يقرب من ظاهرة احنا بنسميها انقلاب المناخ الكلامت شيفت ده أخطر بكتير من الكلامت شينج يعني احنا بنعاني مرحلة تغير المناخ لكن لو دخل على مرحلة الانقلاب المناخي لا طبعا هتبقى أكثر قصوة زي ما احنا بنشوف نسب التصحر عالية جدا الرمال بتمشي الأعصير بتاخدها تاخد عمل الطمر للجانبين بتوع الزراعة يمين وشمال الملوحة نفسها في المياه الأبار بتزيد نتيجة السحب الزائد قلة الأمطار احنا عندنا الحمد لله يعني حوالي يعني من أول السلوم لغاية العريش في شاطئ على البحر المتوسط ده بيزرع رباني من المطر مش جاي من نهر النيل اللي جاي من نهر النيل ده احنا بناخده بالماس احنا مخزنين السد العالي عندنا وكل ما نعوذ شوية نسحب مياه منه هل القصور اللي حصل في الشواطئ مكلف؟ نعم مكلف هل له تأثير بالمناخ؟ ارتباط أساسي بالمناخ لكن اللي أخطر منها أن انت تشوفي بقى بعض البيوت بدأت المستوى المياه يعلى فيها فيبدأ الراجل يحط طبقات ردم من الرمال ومن المسلح فلدرجة فيه بعض القرى الناس بيعودوا من الدور التاني ده بيحصل يعني عفوا المقاطعة فاندم لأنه كلام مهم جدا وخطير جدا والتعبير لحضرتك استخدمته من تغير المناخ لانقلاب المناخ هل ده بيحصل بواقع فعل دلوقتي؟ يعني زمان من فترة من الزمن كنا بنشوف التغيرات اللي حضرتك بتقولها دلوقتي أنها ممكن تحدث على المدى البعيد أو المدى المتوسط يعني مثلا كمان خمس سنين عشر سنين دلوقتي ما أصبحتش في المدى المتوسط أو البعيد هو المدى الواقعي الآن ده بنعيشه حاليا التغيرات الانقلابات المناخية دي بتعيشها أو بيعيشها المصريين دلوقتي؟ احنا بنعيشها وبيعيشها العالم يعني برضو عشان ما ننساش نتذكر جميعا حجم الحرائق للغابات اللي حصلت في أوروبا وما ننساش أن نهر الراين ونهر الدنوب حصل قصور شديد جدا في المية لدرجة أنه المية كانت تقترب من قاع الأنهار تبتكلم على أكبر نهرين في أوروبا مثلا حجم الحرائق اللي حصل في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي تركيا وفي إيطاليا في 12 دولة أصيبت بحرائق الناس فاكرة حد بيولعها ما حاجم بيولعها هو الورق الناشر ده لما بينزل على تحت الشجرة تحت مبلل بالمطر يحس تطلع منه غاز المثين غاز المثين ده أول ما يلقط الهوى يروح مولع فيه ورقة واحدة خلاص بقى الورقة الواحدة تروح سحبالك ربع الغابة غير بقى طبعا القرارات الفضيعة اللي اتخذتها مثلا للبرازيل إنها قطعت يعني تلت حوض نهر الأمازون الغابات ودي كانت أكتر غابات عاملة رئة للكرة الأرضية إحنا إحنا كبشر أفسدنا رئة الكرة الأرضية اللي بيحصل في الأمازون ده بيأصل علينا هنا في مصر وفي أي مكان في العالم إحنا اكتشفنا للجفاف اللي ضرب أفريقيا كان سبب وقطع غابات حوض نهر الأمازون بسببها قطع شوف نهر الأمازون في البرازيل وأنا بكلمك على الصحراء الأفريقية واللي حصل في 12 دولة في أفريقيا تأثروا تأثر كبير جداً فكرة التوازن التوازن البيئي يعني كله فعلاً زي ما حاجة تحددت كله يعني دائرة كلها متصلة ببعض إحنا بنتكلم من حتى النايترو باكترام اللي هي البكتيريا اللي بتطلع النشا اللي بتطلع الأكل للناس دي لما احنا بيحصل هذا الجفاف هذه البكتيريا بتقل يقوم يقل للإنتاج الزراع نعمل إيه؟ نروح مزودين الأسميدة نزود الأسميدة يعني نزود المواد الكيميائية فتفسد أكتر النظم الصحية وبالتالي هي الناس محتاجة البشرية تحتاج إلى مراجعة النظم الحالية لأنه طبعا حجم الطاقة المستهلكة حاليا غير مسبوقة تاريخيا يعني انتدار تقولي الكرة الأرضية لما بنبص لها على أنها شمعة يعني مولعة كل حتة فيها مولعة في جزء فالشمعة دي اللي احنا بنشكلها حلوة في الصورة لكن شكلها بقى في أكاسيد الكربون اللي بتطلعها وأنها تعمل لك غلاف زجاجي هو إحنا لما بنقول الجرينهاوس جازز دي ظاهرة لاحتباس الحراري بنحاول نشرح للناس أن الكرة الأرضية إحنا عملنا عليها طبقة زجاجية غير ملموسة يعني أنا مش شايف إزاز لكن نفس الأشعة تحت الحمراء اللي بتسخن سطح الكرة الأرضية ما بقتش عارفة تطلع بره الغلاف الجو لأنها وهي مش عشان تطلع هتخفف الظاهرة فبتتحبس زي الطبقات كل شوية نطلع سوية دخان تقوم تزود الحرارة وإحنا نحبسها فوق سطح الكرة الأرضية أكتر فيقول لك درجة حرارة سطح الكرة الأرضية زادت من واحد إحنا بنقول يا رب في عشرين خمسين ما تعديش واحد ونصف درج إحنا ما بنقيسش درجات حرارة التقس إحنا بنقيس كل مئة سنة سخونة سطح الكرة الأرضية ده فرق كبير جدا وكل مئة سنة دي كنا بنعتبرها حاجة خطيرة فدلوقت إحنا بنتكلم على عشرين خمسين خايفين في عشرين خمسين نعدي الواحد ونصف درجة لو عدينا واحد ونصف درجة يبقى المناخ بقى فعلا نتحول من تغير مناخي إلى إنقلها بمناخي خلينا نعرف من حضرتك هفنم آخر تقارير الهيئة الدولية المعنية بالمناخ وتحذرتها وأكيد بيبقى فيه توقعات طبعا هو في كوب 27 في مصر وده كان من أحسن وأعظم المؤتمرات المناخ اللي عقد في مصر لأنه الحقيقة الرئيس سيسي بنى مدينة كاملة في كوب 27 وكان انبهار شديد للزوار وكانت أكبر كم من الرؤساء والملوك في الحضور في تاريخ المؤتمرات المناخ من 1992 وشارك فيها كان أكبر مؤتمر للمناخ اللي وقد فيه كوب 27 في مصر كانت من أهم توصياته ودي اللي عامل أزمة حتى الآن يعني إن احنا ننشئ صندوق اسمه صندوق تعويض الخسائر والأضرار ليه الخسائر والأضرار إحنا في أفريقيا لا عملنا إمبعاثات ولا لوسنا حاجة وإمبعاثات قرية أفريقيا كلها مش جايب أربعة صحيح نقل إنبعاثات في العالم كله ومصر مش جايبة تسعة من عشرة في المية ومع ذلك كل الأثار السلبية جات لأفريقيا بما فيها مصر بما فيها دول أفريقيا كلها فإحنا ما سببناش التصحر هم اللي بعتقلنا ولا الجفاف ولا قلة الأمطار ولا زيادة الملوحة كل ده هم اللي عملوه لأنه تقدموا صناعيا على حساب والصين لما دخلت كمان زودت الإمبعاثات أكتر طبعا الدول ما تقدرش تجبريها يعني بلد زي الصين قالت أنا أصلح في عشرين تلاتة وستين وبعدين قالت طبعا عشان قطيركو عشرين تلاتة وخمسين إحنا قلنا طيب وزير الكهرباء والطاقة قال إحنا عملنا ترشيد وطاقة جديدة وصلنا أربعين في المية طاقة نظيفة والراجل تعهد أنه في خلال عشر سنوات هيوصلها لخمسة وخمسين في المية طاقة جديدة متجددة حقيرك لما تمشي على طريق العين السخنة لمدة مئة كيلو انت شايفة مراوح بتلفل وحدها من الرياح وبتولد طاقة جديدة نظيفة زيرو تلوث زيرو تلوث وعلى فكرة دي قلمة تجديها في كثير من البلدان يعني وهذه الطاقة الجديدة والمتجددة هي دي اللي احنا عملين نهايتي مع حضراتكو والإعلام يا جماعة خفوا الفح يا جماعة خفوا البترول طبعا من أحسن الحاجات أن مصر بدأت دلوقتي تخش فيه الهيدروجين الأخضر وبدأت تستفيد من المية بقى نفس المية إلى هيدروجين وأكسجين الأكسجين ناخده نستخدمه والهيدروجين ناخده نستخدمه في طاقة نظيفة وجديدة ومتجددة هم لازم يتقلوا التلاتة مع بعض طب يعني استراتيجية مصر معروفة لإطاقة المتجددة ومن بعد كوب 27 في شرمي الشيخ كمان فكرة أو السؤال اللي بيطرح دايما فكرة التمويل أو شعور الدول العظمى زي الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللي هم أكتر دول في العالم مسؤولين على زيادة درجة حرارة الأرض بمسؤوليتها البيئية تجاه العالم كله حضرتك متابع لكل مؤتمرات المناخ بعين الرقيب وبعين المتابع إلى أي مدى فيه شعور حقيقي تستشعر الدول العظمى الصناعية بمسؤوليتها وإزاي ممكن تساعد الدول النامية في إعادة التكيف البيئي أنها تعمل مشروعات تعيد التكيف البيئي وتواجه تداعيات التغيرات المناخية هي بدأت برضو عشان نبقى منصفين بدأت كثير من الدول أنها تحط برامج لما يطلق عليها أول برامج التأقلم وبعدين التكيف وبعدين تعمل التخفيف يعني هما الثلاث مراحل تقول أنا هلتزم أن أنا هتأقلم مع المناخ زي ما هو كده وبعدين يقول ده المرحلة اللي جاية أنا هحول شوية من الفحم بتوعي إلى طاقة شمسية وطاقة رياح وبعد شوية يقول لا ده أنا هعمل أمر أنه تكنولوجي زيرو تلوث في بعض البلدان الصغيرة قالت أنا زيرو تلوث طبعا ده بيتحول الدول النامية زي حالتنا بتكلفك أن أنت بتيجي تفك المصنع ده على بعضه وبتحوله إلى نظام طاقة جديدة ومتجددة أنت النهاردة لما تبص على مشروع المونوريل شوية المونوريل ناس فاكرة أنه هو مثلا مجرد نزهة لا ده هو هيخفف تخفيف كثير جدا لحركة السيارات تحت وبعدين أنت ماشي على قطار مشواخد منك مساحة من الشارع يعني أنت نفس الشارع بتاعك القطار بتاعك ماشي على العواميد وزيره تلوث كله بالكهرباء وهو ماشي في مصاره سواء في القاهرة الجديدة أو في الشيخ زايد وهم قربوا ويخلصوا اللي اتنين يعني هتلاقي أنت خففتي كثيرا لما أجي بقى أنا خش للاتفاقات دولية أقول له أنا خفضتلك لكن ببعثات أنا بنسبة 25% بعمل أنا بقى أسترد أنا فلوس ده لتمويل مشروعات جديدة ومتجددة خلي بقى لحياتك أنها مش هتبقى ملوسة زي ما وزير الكهرباء كده التزم ووزير البترول أنه هم بتحولوا تدريجيا إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وده هيبقى فكرة مصر بيونير فيها يعني ما أعتقدش أن في دولة في طاقة الرياح غير الطاقة الشمسية يعني في بنبان في أسوان عاملين أكبر محطة طاقة شمسية يعني المحطة قد مثلا عشر عمرات من دي بتعمل بتجمع أشاعة الشمس اللي هي بتنعكس وتحولها إلى بيم يعني تبقى شعاع مركز دقيق هذا الشعاع المركز تيجي أنت تحطه قدام غلاية كبيرة جدا هذه الغلاية بتطلع بخار وإنت تشغل ببخار الميا المكينة نفسها لتوليدة الكهرباء لتوليد الكهرباء بحيث أن أنا مزوت لكش لفح ولا بترول ولا مزوت ولا كيروسين ولا أي نوع من أنواع الوقود اللي هيطلع دخان ده أنا بدي لك طاقة جديدة ومتجددة نظيفة تماما فنأول المشاركين في الحد من أثارت غير المناخ وبقى ليها دلوقتي حاجة اسمها كريدت كاربون إن أنا أتقدم لي السندوق الدولي وأقول له أنا خفضت إمبعاثاتي كذا فلو سمحت الديني مقابلها تمويل مالي لأن أنا خفضت لك إمبعاثاتي وما بلوزش مكافأة بتاعتي إن أنت تقول أنا خفضت كام تن كاربون ومقابله أنا بتقدم باخد فلوس من صندوق الخسائر والأضرار اللي موجودة في الاتفاقات أعتقد دكتور زي ما حضرتك ذكرت يعني دلوقتي خلاص البشر حقيقي بيجنوا ثمار وبيحصدوا ثمار ما جنوا وما فعلوا في الكرة الأرضية وكلنا يعني ما فيش حد الحقيقة في مأمن أو في معزل عما يحدث الآن وزي ما حضرتك تحدثت احنا يعني ما بين التغير المناخي أو الانقلاب المناخي ولازم العالم كله يتكتف ويتعامل مع هذه القضية ويأخذها على محمل الجدية بشكل كبير جدا بشكر حضرتك طبعا جزيلا شكر دكتور مجدي علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب نورتنا في صباح الخير يوم شكرا